مشاهدينا ساعة للوقت التسعة معدنا مع مجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك مننا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اكتمع الرئيس عبدالفتاح سيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين بمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الإثثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الصدد على جهود سيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقل النوعية التي تحققت في هذا المجال وأشار متحدث الرئيسة إلى أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقهرة الكبرى بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدت عملية التطوير الجارية لمنظومة المواني على مستوى الجمهورية وفي اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وجه رئيس السيسي بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم كما وجه رئيس السيسي بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماعات تضمن عرض مستجدات جهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص تلبية لدعوة نامن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع رئيس السيسي ونظري الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا لتشاور والتعاون الدائم والمستمر اتجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية ويبحث القادة ثلاثة أخر مستجدات للقضية الفلسطينية وتنصيق المواقف لحج الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية أعربت مصر عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أثار حرائق ولاية هواي والتي أصفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة وعلنت وزارة الخارجية أن مصر قدمت خالص تعازيها ومواساتيها لحكومة وشعب الولايات المتحدة وأسر الضحايا معربة عن صادق تمانيتها بالشفاء العاجل للمصابين قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس إن البرلمان يعتزم إرسال لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع المجلس العسكرية ومن جانبه أكد مفاوض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس أكد أن المجموعة لديها أسس قانونية للتدخل في النيجر دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن الدولي وأكد مفاوض السلم والأمن أن المجموعة أبلغت مجلس الأمن الدولي في تدخلاتها السابقة بعدما تدخلت عسكريا بالفعل مضيفا أن الاستلاء على السلطة في النيجر لا يحظى بإجماع شعبي وكانت دول المجموعة قد أرجاءت اجتماعا لقادة أرقين جيوش إكواس بشأن أفضل الخيارات فيما يتعلق بقرار نشر قوة التدخل لأعادة رئيس النيجر محمد بازوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مسيارة أوكرانية فوق منطقة بيلجرود جنوبي روسيا يأتي ذلك فيما أعلن قائد قوات الأوكرانية في الجنوب أوليكزاندر تارانافيسكي إحراز قواته تقدم في المناطق الجنوبية للبلاد وضف القائد العسكري الأوكراني أن قواته سيطرت على أراضي في المنطقة دون أن يسميها كما أعلن عن تحقيق بعض نجاحات قرب بلدة روبوتين الرئيسية بمنطقة زابورجيا ورياضيا توجه فريق لابزيك بلقب السوبر الألماني لكرة القدم بعد فوزها على بايرنام يونيخ بثلاثة أهداف دون رد في مباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا مع قل الفريق البافاري ويعود الفضل في تطويق لابزيك بلقب إلى لعبه الإسباني داني أولمو الذي سجل الأهداف الثلاثة في المباراة التي شهدت الظهور الأول لنجم إنجليزي هاري كين الذي انتقل بشكل رسمي إلى بايرنام يونيخ قادماً متنته من توتنهام هوتسبير إنجليزية ختام مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظة لكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر